اروح بقى نحق على اللايحة شوية اللايحة النهاردة كان لها نقطة مهمة جدا مصر كلها مستنية الثمان سنين خلاص ما فيش ثمان سنين اللي قضى ثمان سنين شكرا الثمان سنين خلصت بح سلام عليكم باي باي يعني لقى الثمان سنين في اي كرسي الموضوع انتهى وبعد كده عمل الوزير اتنين تحت السن لحد وقت اتحد اتنين وثلاثين سنة مش اتنين تحت تلاتين رجع تاني واتنين من اتنين وتلاتين لاتنين واربعين واتنين من اتنين واربعين لاتنين وخمسين واتنين من اتنين وخمسين لحد سبعين سنة يبقى اتنين 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 وبعد كده امين صندوق نائب رئيس اعلى اكتر سن خلاص ما ينفعش رشح بعده هو سن السبعين سنة يعني بعد سبعين سنة ما تقدرش ترشح نفسك خلاص تقعد في اي كرسي ثمان سنين تسلم على اي حد سلاموا عليكم وتخرج أربع سنين وترجع تاني في أي وقت برحتك الأمور أظن كده بقت واضحة كان فيه ناس كتير عندها أمل أن هي تكمل هقول لكم بالصراحة كان فيه شباب كتير تتمانى أن هي تاخدوا الخبرة من تحت وتكمل ولكن ممكن تكون ظروف البلد دلوقتي مش في كده الثورة قامت علشان تداول السلطة فبقت ما فيش مشكلة يعني بقى خلاص نتداول السلطة حتى اللي عنده طموح يكمل أربع سين برة ويرجع تاني يدي فرصة لغيره ويغير ويرجع إيه المشكلة دلوقتي؟ أن مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل خارج أسوار النادي الأهلي خارج مجلس إدارة النادي الأهلي خلاص من النهاردة في أسامي جديدة خالص في انتخابات مختلفة نادي الأهلي خلاص حدد انتخاباته أعتقد 16 سبع أعتقد لو حد يصلاح للتاريخ آخر اجتماع مجلس إدارة هم حددوا الاجتماع حيكون في رمضان يوم ثلاث خلاص أخدوا قرار مجلس إدارة بكده هو آخر يوم في انتهاء الأربع سنوات عشان ما يضطرش من مجلس إدارة النادي الأهلي يعين مجلس جديد فحددوا المعادة خلاص والباب حيفتح أعتقد في شهر ستة وعلى أي حد بقى أنه هو يقدم حتكون المنافسة شارسة جدا على كرسي الرئاسة سمعنا اسم الكابتن طاهر أبو زيد طبعا أقوى المرشحين سمعنا اسم الأستاذ صفوان سابت برضو سمعنا اسم الكابتن محمود طاهر كلها بقى أسامي حطوها بقى زي ما أنتوا عايزين هنسمع الكابتن مصطفى يونس سمعنا الكابتن مصطفى عبدو سمعنا محمد الغزاوي الدكتور محمد شوقي كابتن الحج محمد عبوهاب أسامي كبيرة حتتردد وحنشوف ساحة جديدة خالص عايز أقولكم أن هي برضو فيها متعة للناس كل واحد يبقى عنده حس أنه هو أنا ممكن أنجح دايماً عندي ناس صحابي ما تيجي تتكلم معايا عندي واحد صاحبي كنت لسه بكلمه مطلع هو وبيتكلمني عن الانتخابات عايز أنزل مش عايز أنزل طب فلانا عايز أنزل مش عايز أنزل دايماً أقول له إيه اللي ينزل الانتخابات ده لازم واحد عنده قلب إنك تاخد الخطوة الأولانية تحسب لك إنك تنجح أو تسقط بتاعت ربنا بقى بمجهودك ما فيش مشكلة بس إن انت تاخد الخطوة هو المشكلة أن أنت تاخد الخطوة زمان قبل البنوت دي كانش حد يقدر ياخد الخطوة خلينا نتكلم من تهى الصراحة اللي ما يعديش هكابتن حسن حمدي أو هكابتن محمود الخطيب ويقعد يتكلم علشان ينزل في قايمة في النادي الأهلي مالوش مكان ولا عمره يعادت بسور النادي ما فيش واحد كده يصحى الصبح من قرارة نفسه شاب أو شاب مجتهد وياخد القرار ما ينفعش يعني وضع ما كانش ينفع النهاردة الوضع ده ما فيهوش أدنى مشكلة الوضع ده النهاردة أي واحد مجتهد من حقه ينزل أي واحد النهاردة عنده فرصة وكل واحد يحط قايمته وكل واحد يجي بحلمه كابتن طهر أبو زيد بقى أحلامه الحج صفوان سابب بقى أحلامه الكابتن محمود طهر بقى أحلامه الحج محمد عبوهاب النهاردة ممكن نكلم محمد غزاو يقول أنا نازل انتخابات دكتور محمد شاوي يقول أنا نازل انتخابات زمان والله العظيم قبل اللايحة ما حد كان يجرؤ ولا حد يقدر يقول أنا نازل انتخابات غير ما يشوف القايمة أو يشوف الكابتن حسن حمدي كل وقت وليه أدانه وكل حاجة وليه حلوتها وبرضو إن شاء الله بإذن الله طول ما فيه ناس بتحب كل مؤسسة زي الألي والزمالك هتبدل الدنيا مشية وهنبدل مهما برضو الدنيا وحبطت بينا هنسعى والدنيا هتمشي وهتبقى الدنيا إن شاء الله كويسة بكده خلصنا أخبارنا نطلع فاصل ونرجع نستقبل ضفنة أو نجمنا أحمد سعيد أوكا وحديث عن منتخب مصر